مساء الخير النهاردة يوم لازم نفتكر فيه كوكبة من أغلى شهدائنا أروحهم الطهرة هزمت الزور والبهتان ودمهم اللي سال على تراب البلد دي رسم لنا طريق النجاة زي النهاردة من تسع سنين وفي مدان الشهيد هشام بركات قبل ما يشيل اسمه كان أبطال الشرطة المصرية بيقوموا بواجبهم في فرض هيبة الدولة المصرية باسم الشعب المصري كانوا بيواجهوا جماعة مسلحة خارجة عن القانون في اعتصامين مسلحين الجماعة الإرهابية رفضت لأكتر من شهر أنها تفض الاعتصامين بشكل سلمي لأنهم ببساطة كده تجار موت ودم كل اللي كان يهمهم وقتها أنهم ينشروا صورة لأي ضحية ويتجروا بيها في العالم كله فكان طبيعي أنهم يضربوا أول طلقة على أول شهيد من زباط الشرطة المصرية وكان طبيعي كمان أنهم يلبسوا الأطفال أكفان ويعملوا منهم مع الستات دروع بشرية في المقابل الشرطة المصرية فتحت ممرات آمنة للمعتصمين عشان تحافظ على أرواحهم بعض المعتصمين عارف الحقيقة بس متأخر قوي ورغم التاريخ الطويل للإخوان في الكتب اللي بيعتبر جزء من عقيدتهم لكن في ناس استغربت من كم التزييف اللي الصور كشفت جزء منه بس شفنا فبراكة الجزء اللي بتتحرك وشفنا مليشياتهم بأسلحاتها في نفس الوقت اللي قياداتهم كانوا بينفوا جود أي أسلحة في البؤر اللي كانوا بيتمنوا يحولوها لقضية دولية لكن يوم فضل الاعتصام لم ينتهي إلا بالدم بجرائمهم البشعة اللي استهدفوا فيها أقسام وعربيات وتجمعات شرطة في أماكن تانية 42 شهيد بطل من زباط وأفراد الشرطة ضحوا بنفسهم وواجهوا الإرهاب لآخر لحظة في حياتهم 17 زابط و2 لواءات وعاقدين و15 فرد وتسع مجندين وموظف مدني واحد كان في شرطة نجدة الفيوم كل ده وكانت حملة الأكاذيب مستمرة على وسال الإعلام المأجورة كانوا بيحاولوا يرواجوا لنفسهم على أنهم ضحايا مش مجرمين ودي الطريقة الإخوانية المعروفة في الدعاء المظلومي عملوها كثير في تاريخهم وكتبوا فيها كتب ومجلدات في الظلم والاضطهاد اللي اتعرضوله وفي ناس كتير صدقت ادعاءاتهم ده حقيقي حصل فعلا أنه في ناس صدقتهم زمان لأنهم كانوا بيعتمدوا على تكنيك الكتبة الكبيرة التكنيك اللي اتعلموه من النازيين زمان ما هو أصل زعيمهم حسن البنة كان معجب جدا بالنازيين وبطريقتهم وبطريقة تنظيمهم ودعايتهم تكنيك الكتبة الكبيرة بيقول إيه بقى؟ ببساطة لو عندك كتبة كبيرة وعايز الناس تصدقها قررها قررها كتير 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 وارجع قررها تاني لحد ما تصدقها انت بنفسك وده اللي بيعملوه حرفين لحد دلوقتي لكن الكتب مهما طال حبله قصير والحقيقة في الآخر لازم تبان العالم كله عارف بعد كده حجم التضليل والتزييف اللي عملوا الإخوان عشان كده يوم 14 أغسطس 2013 هيفضل اليوم اللي أبطال مصر ضحوا بأرواحهم فيه عشان يقضوا على البقرة الإرهابية قبل ما تاخدنا لمصير اسود شفناه للأسف بيتحقف بلدان تانية مصر جديدة أهلا بكم